اشتركوا في القناة ان شاء الله ينزلوا باتش تاني يعدلوا فيه تعديلات كثيرة للباتش هذا الباتش صراحة ما كان فيه ولا شيء نهائيا يعني غريبة بعد البري سيزن الكبير هذا وشهرين والثلاثة من نوفمبر اللي حنا نستنى فيها على اساس ينزلوا باتش وتعديلات قلنا حينزلوها دحين ما نزلوها نزلوا باتش صغير بدأوا بالسيزن اظن الباتش الجاي حيكون اكبر شوية واحلى شوية كل حالات ننطلق الى الباتش ستارت الف سيزن قالوا اهو هادي بداية السيزن الرنكت حيبدأ في يوم 16 جانوري يعني بعد ان شاء الله ستة ايام دحين تيجيك الشست فاكريني شباب كل سيزن ما ديكر تاخد الشست واحد على شامبيون واحد يعني انا لعبت بترستانة اليوم جيت بيها اس حيجيني عليها صندوق بكرة لعبتها باس ما حيجيني عليها صندوق مرة ثانية هما كل سيزن يسمحولك انك تاخد صندوق على كل الشامبيون في في التيم معاك احد بيلعب زوي هو جاب اس وانت ما عمره جاك اس على زوي حيجي لك صندوق فكل شخص مسمح له صندوق واحد على كل الشامبيون اذا جاب اس ماينس ولا وانت طالع كلنا عارفين الشي الثاني طبعا لهذا هذا الشالنجر اللي زيه يعني لو سمحته يعني اول كان الشالنجر ما خليهم يلعبوا ولا سولوا دحين صاروا يخليهم يلعبوا دو ممكن تلعب اثنين اذا كنت شالنجر بالتوفيق ان شاء الله الجميع اه التشينجر الاول اه براند براند سوو له بف يعني زودوله قوة يعني اذا ما دايما نسللوني السؤال هذا ايش البف بف يعني زودوا قوته نرف يعني ضعفوا قوته سووا بف على الباسف حقاته الباسف حقاته كانت تشير اثنين في المية من التاركت ماكسيم هل تلحين صارت اربع في المية هذا ايش معناه على براند ام براند صار اقوى اقوى كثير ام ينفع سابورت اكتر مما ينفع مت المفروض نرجع نشوفه سابورت مرة ثانية بطريقة باخرى بالذات مع الميتا هذي ما حقته الاركين كومت والسامن ايري احتمال كبير الاركين كومت احسن عليه طبعا بس الدامج حقه مرزات كثير وصار الدامجه على التانكس احسن برضه كثير والالتيز حقته احسن في التيم سوائد كثير المشكلاته في الميد انه ثلاثة اربع يعني فيه تشامبيونز كثير في الميتا في الميد يغلبوه فعشان كده بقول سابورت اكثر من ميد حاليا احسن ايفلين سوى لها بقفكس من بعد الالف نيرف اللي يقلوه لياه بيحاول يرجعوه للجيم سوى لبف على الكيو حقته نقصوا الكوست حق المانا حقها من ستين مئة لستين تمانين ونقصوا كل دون حقه تلاتاش لتسالة هتساعده في الوايف كلير في بداية مو الشرط لانه اورادي هو الكيو حقته البرست دامج حقها مرة عالية وهذا امه بيقوله الكيو عنده البرست حقه كويس بس مشكلته في السسنة البرتية يعني ما يقدر ما يقدر يخلي مانا كثير لازم يرجع كل شوى البيس يشتري وهكذا فهما بيحاولوا يساعدوه انه يجلس بالماب يسوي يروح ياخذ الكامس بعدين ينزل يسوي قانك من دون ما تكون ماناة وخلصت مئة في المئة وفي نفس الوقت زودوا حقته صارت الو لما تسقع الو هذا الدوير لما ترميه على واحد كان يجيله سلو من 15% إلى 35% ده حين صار 50% سلو على طول بس بدل ثانية نص صار نص ثانية فالدوير صارت سلو مرة جامد هترجع الميتة ما أظن يبغالوا يمكن كم بف زيادة بزات على الباسف حقته على ساس شير جاء بس غريفز حاليا أحسن تكة أبغى أقول في القانكس أبغى أقول في القانكس عشان الدوير حقته لأنه التشينج على الكيو ما غيره ما غير الكلير سبيد حقه كتير ما غيره كلير سبيد حقه وغيره السستينابلتي بس هادي وجهة نظري والله أعلم هيمير دينجر للناس اللي لعبوا هيمير دينجر ما عارفين هيمير دينجر ما حد يلعبوا إلا أوتي في مرة قليلة اللي لعبوا واللي لعبوا مركزين عليه ويعرفوا لعبوا كويس بالزات في الهايئيلو مرة قليل وعددهم يلحصها فأنا استغرط لما شفت صراحة النيرف العظيم هذا بس هذا نيرف مرة كبير الار حقته الدامج حقها بس أنقصوه من ميتين ترتمية واربعين لمية مية وثمانين وزودوا عليها ريشيو فاصلة سبعة هذا معناه في بداية الجيم الدامج حق الار حق مرة واطي ينقتل في البداية أسهل من أول وتقل تتعامل معه ما تخاف تخش عليه كجنجر فاكرين هيمير دينجر مرة مفيد قدام الأي دي توبس الأي دي جنجلرز لو جوي اتنين أي دي كلهم ميلي يقتلهم هالي اتنين مرة بسهولة عشان التوريس حقته حاليا الستنز موجودة اليتراتي موجودة نقصوا الدامج حق الار حقه مرة كثير في بداية الجيم مرة كثير في نهاية الجيم حيوصل لو نحسبها الـ 0.7 يعني لو بجاب مية عبليتي باور زيادة طبعا هذي على البيس عبليتي باور ريشيو على البيس مو بس على ال يعني لو توتل حقه 200 ولا 300 في نهاية الجيم الشامبينز هذولا يوصل الابليتي باور حقه هم دي 400 490 ولا 300 390 فمن كل مية حتاخد سبعين فعامة حتى في الليت جيم نرف فالتوفيق إن شاء الله كيل بيقولوا من يوم ما نزلوا الباتش حق الرونز الجديد شالوا منها اللي كانوا الناس يحطوها في الماستري الزمان فكانوا بيعوضوها فهذا قللوا للأتاك دامج حقها وقللوا للقروث حقه وقللوا للأتاك سبيد حقها ونقصوا الكولدون على الأي في الليت جيم عشان الأي عندك تنفق كل شوية في الليت جيم زي النساء لو عادي لو تجيب 40% CDR يصير ما تخلص الأي حقتك إلا تقرأت فكها مرة تانية وهذا اللي كانوا بيسوه بس هذا أكثر من أنه تغيير بف ولا نرف هذا بس عشان يعدلوا هذا السكارنر هذا باكيني شباب دائما الآدمي هذاك اللي نقول واحد في البرونز ولا في السيلفر مو عارف شو يسوي كان يسوي بف لشوغات ويسوي بف لليموندو ويسوي بف أظن أفتكر البير برضو أفتكر سكارنر قال أبعطيه له بف طبعا سكارنر من الشامبينز اللي مرة قليلين تلعبوا في الهاييلو ومرة كثير كانوا تلعبوا في الهاييلو ده حين ميت نهائيا زود دوله دامج مرة كثيرة شباب لا تسألوني لاش أول شي يزودوا البيس مانا حقه من 272 ل320 وهذا تشينج مرة كبير يعطلوا سستين مرة كثير يقدر يجلس في الجنغل مرة كثير ويقدر يستخدم العبلتس حقته too much الدامج حقه الـ E حقه البروك دامج تعرف الـ E لما تسقع أي واحد بالـ E تروح تسقع وتعطيك الباسف حقتك تجمده والتروك حقها مرة جامد كان 25 صار 30 ل110 مرة كثير مرة كثير وزوده ستن ثانية ونص إيش الفكرة من تشينج هذا؟ الله أعلم هيرجع سكارنر الميتة؟ لا بس إذا أنت في سولو كيو تلعب في لو إيلو سكارنر مرة ممتاز مرة ممتاز صراحة مرة ممتاز سندرا الفيلم هذا كله bug fix صلحوا الـ R's حقتها كانت عندها كذا مشكلة لما تفك الـ R لما تفك الـ Alt طبعا كان مثلا كم كرة في الأرض نصها تترمي والنص الباقي ما تترمي لو أنت ميت دحين لا كلها تترمي الـ Spears is obtaining syndrome now properly materialized even if I unleash power target dies لو الآدم اللي تضرب هو بيضرب بنص الكور مات الكور الباقيه توقف لا دحين كلها تروح تمشي بس هذي كلها bug fixes فما عندنا شيء كبير زوي ما أدري صراحة يعني أنا 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 صراحة من يعني من الناس اللي أستغرب أشوف champion بالـ win rate يعني إنه الـ win rate حقها هواتي عشان تتلعب كتير بس الـ high level players الـ win rate حقهم مرة عالي فيها إليه ان دحين ما أدوها نرف شوفنا يعني كشاك لعبها يا شباب ويقتل الناس وان شوت يعني فـ champion زي كده المفروض يتنرف لازم 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 يتنرف وإلى الآن ما أدوها أي نرف حتى النرفات اللي أدوها هيها ما لها أي معنى now does not register zoe's new position for purpose of cue until she has fully merged from R هذي ما هو ضروري هذي الـ cue ما تستوي register إلا ما تروحه الـ cue الـ R حق دعو ترجع هذي ما هو مهمة هذي تعديلها في الـ positioning حقها minions can no longer drop shards of hextic gun blade المنينز ما تصاروا ينزلو hextic gun blade يعني بس الـ champions المنينز ما صاروا ينزلوها فهذي شالوا منا واحدة من utility abilities حققتها والdamage dealing abilities اللي بسوية كتير يعني انت تمشي تكتو المنين تاخد hextic blade تروح تضربها لواحد ترجع حلت I don't know man الـ E delay before trap is created التراب ما يتكررت لبعد فاصلة 8 وانتا عارفين مشكلتنا في الـ E حقتها مش هالتراب الـ E لما تسقعك direct تعالى تتعور فهذه مشكلة الـ range حقها مرة طويل والـ CDR حقها والـ CD حقها مرة قصير فلا لازم يشوفونا حاجة في الـ E صراحة ما لا يمانا delay before exit portal appears كان اول تروح بعدها الـ portal اللي تروح فيها تجلس فاصلة واحد تانية وترجع ده حين على طول ما في delay على طول ترجع فالchanges هذي ما هتغير اي شيء زوي زوي لسه إذا انت في هاي إيلو الله يخليك سوي لهبان يعني في أي وقت إذا انت في لو إيلو لا تسوي لهبان وروحك طولها وقت ما تبغى إنو الناس اللي في اللوي إيلو ما يعرف لعبوها زي الناس virus flash art غيروا شكله flash art حقه virus بالذات بعد الفيديو اللي نزلوله إياه راح بعد الفيديو اللي نزلوله إياه طاح من عيني يعني كرامي شديد يعني predator runes عملوا كم تغيير predator بيقولوا عشان predator إلين دحين الناس اللي بتأخذها ما بتستفيد الفائدة العظمى منها وبيعتبروا predator واحدة من أصعب الرونز اللي ممكن واحد يأخذها لأنه عليها active لازم تضغطها وتمشي بأليها فبيحاولوا يعدلوا فيها عملوا فيها كم تعديل قبل كده في الباتشات اللي فاتت دحين برضو عمل عليها تعديل تاني إذا وانت بتمشي ضغطت البردتر واحد ضربك أول كان يشيلها تروح عليك دحين يروح عليك خمسين في المئة من كل دون حق عيني حترجع لك بعد خمسين في المئة كل دون إذا فكت دامج حق البردتر في أبلتي تسوي دامج يعني دامج حولك مش دامج على شخص واحد يقول لك الدامج حيروح على الشخص اللي أقل هلث أوكي يعني قدامك ثلاثة إنت ما أدري إنت برينجر وفكيت وسويت الدامج ببردتر حقك بالدبليو الدبليو ضربت ثلاثة أشخاص هتشوف مين أقل واحد فيهم هلث هتضربه هو البردتر حقها هزات خمسين في المئة في أول ثانية والإفكت حقها الدامج حقها هزات أول في خمسية فلو سويت البردتر وإنت جنب واحد قريب منه في أول ثانية حتلسى أمه مزبوط وحتيقدر تجري وراء مزبوط فهي الفكرة أنه يبغوا إذا أنت من الناس اللي يعرف يستخدموا بردتر صح إذا أنت من الناس اللي يعرف يستخدم بردتر في الوقت الصحيح في الوقت السليم هتاخد زيادة هياخد زيادة ريورد اوكي الريزولف تري غيروا حقها الريزولف يا شباب سواء أخدتها برايماري ولا سكندري يعني الشجرة أولية ولا شجرة ثانوية إذا أخدتها شجرة أولية مع سوسري هتاخد بدل 130 هلث هتصير 65 هلث ومن عشر أبيلتي باور أو 6 أتاك دامج فاكرين أدافتب بيش معناها إذا كان الشامبيون AD حيأخد الأيدي إذا كان الشامبيون AP حيأخد الأيبي إذا كانت ريزولف دومانيشن هتاخد 65 هلث 9 أبيلتي أو 5.4 أتاك دامج لما تاخدها سكندري البرسيجن هتاخد 900 تاك سبيد طبعا هذا الشينج هل ريزولف ألوت مور فايبل يعني إيش يعني ألوت مور فايبل أحسن كثير للشامبيونز كانوا ما يستفيدوا من الرزولف 100% يعني اليوم الأس جلس يقول فيه شامبيونز زي ترندل وتامكن شتوب ما كانوا يستفيدوا من الرزولف نهائي كانوا يستفيدوا من الرزولف بس ما يستفيدوا من الباسيف نهائيا الباسيف بستعطره 130 هلث هو يبغى تاك سبيد فالتغيير هذا صراحة من التغييرات اللي أدت فرصة للشامبيونز كثيرة في التوبلين يقدروا ينوعوا أحسن يعني كان ياخد له فساعد ممكن ياخد مثلا البرسيجن السكندري عشان ياخد الترايمف وياخد الكوبت كراس وياخد كم واحدة من الرزول هناك بس يستفيد من الباسيف هذه فالباسيف هذه غيرت الريزولف صار الريزولف زي اختلف مع اختلاف السكندري اللي تاخدها نفس الوقت السكندري لما تاخد ريزولف الثانوية مش الأولى برضو نفس الفكرة 65 health 10 ability power 6 stack damage لما تاخد ريزولف تاني 65-65 برسيجن ريزولف هذا ايش معناه هذا معناه سابورتس كثير حنشوفهم حينه حيبدأ أخد الريزولف سكندري وإحنا من أول نبغوهم ياخدو الريزولف سكندري سونا وصراكة نبغوهم ياخدوها برايمري حتى مو سكندري لحين ريزولف حتصير a lot more viable for سابورتس بالزات سابورتس اللي هما يوتيلتي ولا سابورتس اللي هما يستفيد منها رونز bug fixes بلا بلا الـ item selling كانت فيه مشكلة كبيرة بنواجهها كثير ناس فجأة دخلت على الـ shop دغطت right click ولا double click على الـ item وبيعتها بالغلط وقفلت الـ shop ومشيت وفجأة تكتل شفوا ان انت بيعت الـ item هذي إذا صار معاك زي كده يقول لك if you close the shop within point to five seconds وانت تفجأ كده بتسوي sell وقفلت الـ shop هيرجعو لك الـ item اللي بيعتها بالغلط لأنه هما بيقولوا لما تبيع item انت بتبيعها بالغلط يعني اذا انت بتبيع item ما تبيع item عشان تشتري انت بتبيع item انت بتبيع عشان تشتري حاجة بعدها اذا ما اشتريت ولا شيء بعدها معناها بيعتها بالغلط هما كده اعتبروها higher contrast red اللون الأحمر صار أغمق darker background background صار أغمق شوية عشان تقرشوف الـ health ذي الناس اللي هو هذي كلها عشان الـ view الـ owner level الـ check point سوي حاجة اسمها check point كل ما توصل لـ check point يعطوك هدية يعني لما توصل owner level اثنين ثلاثة في check point واحدة في نصها يعطوك هدية في owner level 4 في عندك اثنين check points reset يعطوك هدية ثانية في owner level 5 يعطوك هدية ثالثة وبعدين مع كل فترة في أوقات محددة يعطوك هدايا الهدية سارت في owner level عطيناها اذا كنت level 1 تاخد 1 key level 2 key و2 key fragments level 3 capsula فيها 3 key fragments وward skin و300 blue essence level 4 capsula و4 key fragments ويموت و630 blue essence وhigher champion shard level 4 orb ويعطوك orb كمان containing 2 key fragments 200 blue essence يعني كل ما زاد لفلك يا شباب كل ما زادت الـ rewards اللي ممكن تاخدها فالله خليك خليك محترم وزودات وده حين هده rewards حقت الـ owner صارت meaningfully يعني صار فيه rewards عليها الكلام يعطوك champion shards يعطوك skin shards يعطوك allot of key fragments يعطوك ايموت هذا كله ببلاش فيدحيلك انتو اياه في level 5 level 5 orb containing 3 key fragments 250 هذا يعطوك value champion shards وفي نفس الوقت level 5 capsule containing 5 key fragments grey warwick or medieval twitch انا هذا جاني طب انا هذي فعلوه هذي حين جاني الـ grey warwick من هذي اياه 260 or higher if both skins are owned you're granted an emote or reward skin instead لو عندك الـ skin فLevel 5 عطا jack skin red staff jacks ابداع صراحة للمحبين jacks يا اياه ابداع i love it هاشنشن حيكون مبسوط برضو هاشنشن وانابيز كل الهاشنشن وانابيز لموسى الثلاثة الفل هذي اظن بس وبكده يا شباب خلصنا باتش 8.1 الله أعطكم الصحة والعافية جميعا لا تنسوا يا شباب انه هننسوي بث يومي في تويتش في يوتيوب على الساعة 11 11.30 تقريبا من توقيت السعودية اذا عجبك الفيديو سوي سبسكرايب شير فولو عبد السميع اي حاجة نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم على خير وانتوا طيبين السلام عليكم اشتركوا في القناة